اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين تمثل واحة أمان واستقرار وحاضنة لقيم التأخي والوئام والتعايش بفضل النهج الإنساني الذي رسمه جلالة ملك البلاد المعظم فانعكس ذلك في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمع ونوهت معاليها بما طرحه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية خلال اللقاء المجتمعي الذي عقده معاليه مع أصحاب وممثل المجالس في البحرين مشيدة بالنتائج الهامة المرتبطة بانخفاض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة بنسبة 30% مؤكدة أن ذلك يمثل إضافة نوعية لسجل الإنجازات الوطنية للحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والجهود المبذولة لإشاعة أجواء الاستقرار والسكينة والأمان للوطن وأهله ولفتت معاليها إلى أن الجهود الجبارة لوزارة الداخلية كان لها عظيم الأثر في بسط الأمن في المجتمع حتى أصبح ذلك سماتا أصيلة من سماته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر